تتواصل الأنشطة الداعية لانخراط الشباب بالعمل السياسي والأحزاب بصورة لافتة في مختلف الجامعات إحدى هذه الفعليات أقيمت في جامعة العلوم والتكنولوجيا تحت عنوان مؤتمر الشباب الأردني الثاني من تنظيم الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية مساعي الحكومة في تشجيع الطلبة على الانخراط في العمل السياسي والحزبي متواصلة أنشطة ثقافية وندوات لاقت استحسانا من بعض الطلبة فيما رأى آخرون بأنها غير كافية لإقناع الشباب نحن كشباب من السعادة يكون إلا دور بالمشاركة السياسية داخل حرم الجامعية وخارج أسوار الجامعة وأنه بس الجامعات مش لبس للتحصيل الدراسة والشهادات لازم نحن يكون أصوات مسموعة كشباب وكون إلا دور تأثيري في المجتمع بالأحزاب السياسية ومحتاجين لتنمية دور الشباب إثبات دورهم في المجتمع لأنه موجود مواهب وموجود قدرات للشباب بس أنه منحتاج أنه نقويها يعني إحنا كنا نشوف دائما أنه في خوف من المشاركة السياسية للطلاب داخل الجامعات بدورنا كجامعات وكإدارة جامعات وكمدرسين بالجامعات دورنا نحن كيف نحفز الطلبة على أنه تكون الحياة الجامعية ليست فقط للتحصيل العلامات الأكاديمية الحياة الجامعية بحيث أنه يكون في عنا الطلعات ننشئ الشباب على فكر على توجه سياسي معين على انتماءه لأحزاب هنا في مؤتمر الشباب الأردني الذي أقيم في جامعة العلوم والتكنولوجيا نادى المتحدثون بأهمية المشاركة في العمل الحزبي على اعتبار أن الشباب العنوان الأبرز في منظومة التحديث السياسي وفق المتحدثين نحن وجودنا في مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات من أجل أن نتحدث مع الشباب بواقع التغييرات السياسية التي تحدث في الأردن نحن على وشك أن ندخل في مرحلة حزبية سيكون البرامجية والحزبية العنوين الرئيسية للتفاعل السياسي ولتقديم خياراتنا وبرامجنا السياسية وبالتالي الشباب الأردني وهم القطاع الأكبر من المجتمع الأردني معنيين تماما أن ينخرطوا في العمل السياسي وينخرطوا في العمل الحزبي وأن يبادروا ويقدموا الأفكار والحلول ويسائلوا الأحزاب على برامجها فعاليات متعددة أقامتها الجامعات تحت عنوين مختلفة كلها تتطلع إلى إغناع الشباب ودفعهم إلى مضمار السياسة والأحزاب نشاط ملحوظ لدى الحكومة مؤخرا لا سيما بعد إنجاز قانون الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما